بحجم القهر بحجم اللوعة من ظروف وظلم وفقر تدمع عين من حال على حال وحال العراقية المقعد على كرسي الإعاق لا يقل وزنا عن أحواله في مسلسل المعاناة جريمة جديدة يقودها متنفذون تنتهك حقوق المكلومة ظروفهم إنهم المعوقون لكنهم ليسوا معاقي حقل أو فكر إنما لظروف صحي صنف في الحياة على أنهم ذوي احتياجات خاصة فكان سلب حقوقهم جزاء على ما يتحملون وثيقة حصلت عليها قناة التغيير كشفت عن كارثة وقعت بحقهم وما زالت تنفذ بحقهم على يد من يدعي أن لديه الحق في تنفيذ مشروعه الاستثماري إذ أشهر أمامه وثيقة يملكها التقضي بقرار تنفيذ مشروعه بدلا من المركز الذي يقدم خدماته المجانية منذ بداية ثمانينات القرن الماضي وقبل تاريخ نشر هذا التقرير بشهرين نفذ أصحاب ذوي الاحتياجة الخاصة اعتصاما سلميا للمطالبة بحقوقه إلا أن أذنا لم تسمع وعينا لم ترى هول الحال التي يعيشونها الذي يقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية والاستشارية وتوزيع الأدوات والمستلزمات ذوي الإعاقة مجانا أصوات ذوي الإعاقة هنا يطالبون بإلغاء مشروع الاستثمار في أرضهم ومكانهم الذي يجدون فيه متنفسا للعيش على أمل حياة أفضل يطالبون بإلغاء ما يعيق الطريق أمام حياتهم مهما كان القرار حقيقة أم افتعالا قضية تكتب أوراقها بأصوات ثكلة على طاولة الحكومة وأجهزة الدولة الرسمية فهم أمانة في الأعناق أو كما يناشدون ونحذر من يتمادى ويقدم على إعادة محاولته في تهديم هذا الصرح